يا سادة يا أباء يا أمهات رفقاً بأنفسكم في الراحة عليكم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا معنى مهم جداً جداً في الحقيقة خلينا نعيش في راحة ورحمة ومش بس نعيش في راحة ورحمة ونعيش كمان في وسحة وده أهم حاجة أهم حاجة تحسس نفسك وأولادك بالوسح ونزاي كان أقول لكم على ثلاث مبادئ لازم يكونوا معنا وإحنا بنتعامل مع ده لن تكون إنسان متخلص من الشعور بالتقصير حتى تشعر بالوسح هذه أول مبدأ الحقيقة أوسعة بكتير من اللي فات اللي فات مش هو نهاية العالم فلازم تحس بالوسح تاني حاجة لازم تحس بإيه لازم تحس بإنك أنت مش مهمل انت ممدود عندك مدد من الله فالدنيا واسعة وربنا مش بكش في الوسح ده لوحدك القيمة التانية قيمة المدد انت ممدود من الله القيمة التالتة يا قيمة إيه قيمة الرجولة والرجولة دي تنفع والرجولة دي صفة للأباء والأمهات لأن الرجولة دي هو معنى ووثبات والإصرار والحرص التالت معاني دولة لو موجودين هتقدر تفهم بقى كلام رسول الله سلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة ولا ينزع من شيء إلا شانة يعني إيه إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه فأنت لما تفهم المعاني التالتة والقيمة التالتة دي تقدر تكون إيه هادئ إحنا محتاجين أباء وأمهات هادئين هادئين مش متبلدين طب هادئين إمتى يكونوا هادئين الدنيا وسعة أنا في مدد أنا عندي مدد الله أنا راجل سواء كنت ذكر عن أنسى أنا راجل محافظ على اللي أنا فيه وداخل في قولي تعالى من المؤمنين رجالهم صدقوا ما عادوا الله علي أنا رجل ولزايك أول رفق الرفق بنفسنا إنك تترفق بنفسك الرفق إننا مش لازم نحمل نفسنا فوق طائطنا عشان نقدم أفضل حاجة ممكن أفضل حاجة إن نوصلها بس واحدة واحدة ممكن أخلي أبني شديد الثقة بالنفس بس لما أبتدي بابتسامة مش لازم أبتدي بمحضرة عبقرية ولا أبتدي بكلام عبقري يخلي ابني يتلوح لأ خلينا خلي ابني يطمئن إن الدنيا واسعة وأنا بتعامل مع كل حاجة بابتسامة بتعامل مع كل حاجة بهدوق هنا ابني عيحس إن الدنيا لسه فيها خير مش لازم عشان أحسس ابني إن الدنيا لسه فيها خير أحسسه إن الدنيا كلها اروح مدخله في بابل وحسسه ان الخير في البابل في الكابسولة دي بس لا انا ممكن احسسه الخير كله لما اكلمه عن الناس الكويسة الموجودة في كل حاجة ترفقوا بنفسكم وبأنكم حتى لو اخطأتم مع اولادكم فالخطأ مش نهاية العالم لسه فيه لسه في وسه الغلط يا سيدي خليه حافظ اسمع كده كلام سيدي من عطاء الله السكندري وبيقولك عشان يعلمك ازاي هو فهم من سنة رسول الله ومن كتاب الله ان الاخطاء ممكن تكون حوافظ بيقولك معصية او رسط زلا وانكسارا خير من طاعة او رسط عزا واستكبار فاذا كان الخطأ هيورثك الاحتياج لمزيد من العلم ومزيد من الفهم الحمد لله على ان ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا بيربينا يبقى ده حافظ يخلينا نتعلم نخرج من اللي احنا فيه الى وسع الله وكمان لما نخرج من وسع الله انا اعرف ان احنا الخطأ جانا عشان نخرج احسن ما فينا فينا وفي اولادنا ويخلينا رب اولادنا بحكمة ورحمة اكتر ترفقوا بانفسكم وعيالكم وسلموا قلوبكم لله وقلب عيالكم لمولاكم لان من سلم سلم ما تخفوش انتو في معية الله انتو في مدد الله انتو اولادكم في مدد الله والمربي على الحقيقة هو الله فلازم انتو تعرفوا ان الله سبحانه وتعالى يمينه قبل ايديكم وهو الذي يربي اولادكم ونزاك هو الرب الذي يربينا ويا ستي العزيزة يا ايتها الام التي تتحمل كل هذا الام والاب المنشغل والمشتت بكيف تستفعل مع اولادك لازم تعرفوا انكم امتكم الكبيرة اوي 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 عند اولادكم انتو من نعمة غالية ونعمة ربنا رزق بها عيالكم لان الله سبحانه وتعالى جعلكم محل الرحمة والود والحنان والرعاية الحب اللي في قلوبكم ده مش من عندكم ده من عند ربنا فقدروا نعمة المحبة اللي ربنا ودعها في قلوبكم لأولادكم واشكروا نعمة ربنا وكونوا مطمئنين واعرفوا ان ربنا بيعينكم علشان تقدروا تكملوا وتروعوا أولادكم وياكم تحسوا ان المسئولية دي عبء المسئولية دي شرف المسئولية دي مدد المسئولية دي عون وخليكم دايما اكتبوا على قلوبكم هذا وهو معكم اينما كنتم اكتبوا على قلوبكم أليس الله بكافر عبده اكتبوا على قلوبكم استعن بالله تجدوا تجاك أولادكم عايشعروا أن الأمومة أو الأبوة عب لما أنتوا تشعروا بأنها عب لكن أنتوا إذا شعرتوا أنها نعمة الأولاد عايكرموكم ويحسوا أنهم بيتعاملوا مع مكرمين ويحسوا أن أنتوا تجي على قلوبهم قبل ما تكونوا ده تجي على رؤوسهم